موسيقى محمى الاحتجاجات تصل المرشد الرئيس الايراني يزعم ان خامن اي تراجع وامر باعادة نظر في قوانين المرأة موسيقى نظرات البجا تهدد بخطوات تصعيدية من ضمنها العودة لاغلاق شرق السودان حال حصول تسوية سياسية تستثنيه موسيقى الادوية المنتهية الصلاحية في مناطق الحوثي تكشف شبكات تهريب واسعة للميليشيات موسيقى 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 اهلا بكم مشاهدين الى هذه النشرة الاخبارية في محاولة يبدو انها الاحتواء الاحتجاجات زعم الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان المرشدة علي خامن اي امر السلطات الثلاث الجمهورية والبرلمان والقضاء كذلك بمراجعة القوانين المتعلقة بالشؤون الثقافية وتحديثها وقال في زعمه ان تحديث القوانين بات ضرورة حتمية مؤكدا وجوب تحديد قدرات المرأة وتقديمها للمجتمع في جميع المجالات دعوة جاءت بعد موجة احتجاجات عقب وفاة مهسى اميني بعد اعتقالها بسبب عدم ارتداء الحجاب وفسر مراقبون اعادة النظر في قوانين المرأة بانها خطوة تهدف لتهديئة غضب الشارع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل ذلك وفي أعنف تصريح له منذ بدء الاحتجاجات زعم المرشد الإيراني علي خامني أنه لا يمكن لأحد أن يقوض نظامه مشبها إياه بالشجرة الثابتة التي يخطئ من يفكر في اقتلاعها تصريحات المرشد الإيراني تأتي بالتزامن مع أعلان التلفزيون الحكومي مقتل ضابط برتبة راءت في الحرس الثوري وعنصر من الباسيج في إقليم فارس جنوب البلاد وذلك خلال إطلاق نار واشتباكات اندلعت مع محتجين حاولوا الكتابة على الجدران موسيقى روى شاب إيراني كان من بين المصلين في زهدان آخر الشهر الماضي أن الأمن نفذ مذبحة بكل معنى للكلمة مشيرا إلى أن قوات الأمن بدأت إطلاق النار عشوائيا بينما كانت رؤوس الناس تنحني للركوع والسجود بحسب ما نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الشاب الذي عرف باسمه الأول فقط تجنبا للانتقام وصف ما جرى بأنه مذبحة كاملة الأوصاف لم يشاهدها حتى بالأفلام كما تابع أن الشبان ألقوا بأنفسهم أمام الأطفال وكبار السن لحمايتهم من الرصاص في حين لم يجد الناس مخرجا من الموت وشرح أن الناس بدأوا بحمل الجثث بينما كان آخرون على سجادات الصلاة موضحا أن الجامعة تحول بدقائق إلى مسرح رعب حيث أطلقت قوات الأمن الرصاصة والغاز المسير لدموع وقد مثلت تلك المذبحة التي أطلق عليها من قبل السكان اسم الجمعة الدامية مثلت أخطر عمل حكومي منذ بدء حملة قمع المظاهرات في جميع أنحاء البلاد قبل شهر حيث قتل ما بين 66 إلى 96 شخصا خلال ساعات وفقا لحقوقيين وفي إقرار بممارسة القمع بحق المحتجين نقلت وكالة أنبا فرس الرسمية اليوم عن قائد أمني إيراني يدعى حسن كرمي قوله وإن الاعتقالات أدت إلى انحسار ما وصفها بأعمال الشغب والاضطرابات في إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة التي تشهدها عدة مدن إيرانية كرمي أضاف في تصريحات للوكالة أن عدد المتظاهرين في طهران لم يتجاوز ألفي شخص واصفا المتظاهرين بأصحاب السوابق ومثيري الشغب كما اتهم كرمي المحتجين بحمل الأسلحة وإشعال النيران معتبرا أنهم تلقوا أموالا لقاء ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من لندن ينضم إلينا الدكتور علي نوري زادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية مرحبا بك يا دكتور علي ألم تقولوا لنا بأن هذه التظاهرات بريئة وهي محرك من الوضع الاقتصادي والسياسي الداخلي المسؤولون الإيرانيون يقولون بأن أموالا تدفع للمتظاهرين كي يخرجوا بهذا العدد تهياتي لك وإلى مشاهدين العزاء أهلا وسهلا النظام الإيراني كذاب النظام الإيراني يعتمد على كذبة على سبيل المثال قد قال خامني أنهم أهرقون قرآن مصاحف بينما الشعب الإيراني بليب من هذا الجراع الشعب الإيراني لا يحرق القرآن يحرق صور خامني والخميني يحرق صور غاسم سليماني وليس قرآن قرآن مصحف شريف و يؤمن به إيرانيون المسلمين و الشعب الإيراني يختارم القرآن فلذان كل هذه الأكاذيب من أجل اثارت رعي المؤمنين و بعض المعيدين لهم ممن أداروا زهرهم تجاه النظام خامني بتسريخاته أثبت بأنه بديل آخر لقذافي ونتذكر قذافي كان يتحدث عن نغمة زق زق نغمة ونسهق ورعينا مسيره وأعتقد مسير خامني لن يكون أفضل المسير الغذافي طيب دكتور علي مسألة التراجع كما يعني نقل عن الرئيس إبراهيم رئيسي من أن المرشد أمر بمراجعة بعض الأمور المتعلقة بشؤون الثقافية الخاصة بالمجتمع الإيراني النساء منهم على وجه التحديد وأرد هذا الموضوع حقيقة أو لا هذا التسريح أيضا كذب آخر قبل أسبوع رئيس السلطة الغضائية قد جاء وقال يا شعبي تعالوا إليه إن كان لديكم انتقادات إن كان لديكم مواقف مختلفة عن النظام تعالوا وأنا أستمع إليكم وعنقل إلى مرشد والمسؤولية الكبار حديثكم بعد الثلاثة أيام جاء وعمر بقم المتظاهرين عمر القاضي قضاة بإن عليهم إصدار الأحكام يعني أحكام مشتشددة على الشباب بشوار لا الشعب لا يصدق النظام قد ولا يعني انتفاظ الخضراء انتهت الآن أمام ثورة نحن أمام ثورة الشعب لا يصدق النظام النظام كذاب قبل بزعة أيام وزير خارجية قال نحن على وشك توقيع اتفاقية نوابية والأمريكان قالوا أبدا ليست هناك مفاوزات ولن ندخل في مفاوزات طالما النظام يقتل الشعب الإيران هكذا على أنهم معزولين عن الشعب معزولين عن الآلم ويرون بأنفسهم أن الثورة تنتشر بدلا من أن تنهصر نرى اليوم في تسئين مدينة كل مدن الإيرانية في ثورة رغم البتش ورغم الغام اليوم قتلوا أدد من المتظاهرين ورعيتم هذا الكليب مالكوم مالكو هرداش بطريقة وحشية قوات سيدة لي خامني تتعامل مع المتظاهرين مع النساء طيب دكتور علي على ماذا يستند الشارع الآن إذا كانت السلطات لديها ما يكفي من عتاد وسلاح ونار وبارود للقمع الشارع على ماذا يعول بمسألة البقاء كلام سؤال مهم سيدي لقد وجه قيادة الحرس رسائل إلى زباة القدامة إلى أعزاء الحرس المتقائدين فطالبهم بالأودة فقط 5% منهم ردوا إيجابا والباقي منهم لم يردوا على هذا الدعم وكل ذلك يدل بأن هناك نوع من اليغزة داخل الحرس داخل البسيط والجيش بالدرجة الأولى فالنظام خائف من مواجهة الحرس مع الجيش النظام خائف من مواجهة الحرس مع البسيط هذا عمر مختمل جدا خاصة عدد الذين يتركون صفوف الحرس والبسيط يرتفع بشكل يومي والسبب وراء عدم انتشار هذا الأخبار بشكل سريع لأن شباب داخل إيران لا يريدون إحراج هؤلاء لا يريدون وضع هؤلاء في خطر ولكن هناك أسماء لدينا أسماء الرتب الأسكرية بينهم جنرالات بينهم أغداء كلهم من الحرس بسيط وللجيش قصة أخرى والجيش منذ البداية لم يرتكب جريمة بحق الشعب طيب كذلك مسألة المواقف الدولية دكتور علي متوقع شيء فيما يخص الداخل الإيراني بعد تصريح الرئيس الأمريكي بالأمس أو لا الأمر مقتصر فقط على الدعم المعنوي أتمنى أن يكون الدعم الخارجي دعم ولاية المتحدة والإتعاد الأوروبي دعما حقيقيا لا نريد المال الشاب لا يريد المال لا أسلغة ولا تدخل الأسكري كل ما يريدون أولا ترد جواسيس النظام من بلدانهم كما فعلوا بعد الاختيالات السياسية بحسب 16 من سفراء الدول الأوروبية قادروا إيران من الضروري ترك تعطيل السفراء من الضروري سحب سفراء وهكذا أهم دعم للشعب الإيراني وأيضا في المجتمعات الدولية لماذا على الأمم المتهدة يعني صامتة لماذا ألا يرى العميل الآن بأن هناك قتل يوميا في شوالة تيران ألا يستد إيران قدر إيران بقدر بوركينفاسو بقدر بورما أنا آسف جدا أتوقع أكثر من ذلك شكرا جزيلا لك من لندن الدكتور علي نوري زادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية على ترفعها أولا تم سفراء التعiem مرض یا لماذا اشتركوا في القناة 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 الخردة اشتركوا في القناة 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 الانتر كونتيننتل او الائي سي بي ام او اللي هي منها ستارت تلاتة يعني معاهدة الحدم من الاسلاحة الاستراتيجية او ما تعلق باتفايات الحدم التسلح بشكل عام اتفايات التسلح بشكل عام بتحذر امتلاك سواريخ تصل لخمشمائة كيلو عشان كده روسيا حتى لما بتصدر اسكندر النسخة اللي بتصدرها مثلا لجزائر بتبقى في حدود التلتمائة كيلو عادة مش هتسمع عن تصدير سلاح تقليدي سواريخ بلاستية او كروز بمدى اكتر من تلتمائة كيلو فاحنا بنتكلم على صاروخ بيبدأ من 11 الف كيلو وفيه تطوير اللي هو R36M2 بيوصل لعشرين الف كيلو يعني من القطب الشمالي للقطب الجنوبي في خلال تلات ساعات ونص تقريبا امريكا وروسيا بيعملوا قيد على اي صاروخ فرط صوتي في اتفاياتهم يصل للاراضي الامريكية من الاراضي الروسية في مسافة 30 دقيقة اقل من ذلك القيد الاهم من ده ان ستارت محددة عدد الصواريخ الانتر كونتيننتل او البلاستية العاملة بال700 صاروخ اللي هي ديبلويد اللي مش عاملة لا تحسب فبالتالي لا حاجة للتخلص من الصواريخ يعني وجودها في المخازن لا تحسب طب لو تم يعني تجاوزنا كل الحدود واضحة في سوريا تحسب ضمن الصواريخ التي تعمل وكلا الدولتين بالمناسبة عدد صواريخهم هم 700 ما بين صواريخ صاروخ بلاستية شورت رينج اللي هي المدى القصير المتوسط القادر على حمل الروس نوية فحيبقى اتحسبت على الروس يعني اخيرا هذا النوع من الصواريخ برأس حربية 12 طن تقليدية ما هو عدو اسرائيل سوريا اللي ممكن استخدمه اسرائيل فهل ستقبل اسرائيل وجود مثل اكاس صواريخ بوزن اجمالي 212 طن تأثيرها بالمناسبة بالصواريخ بالقذاف بالرؤوس التقليدية تتخطى او تقترب من القنابل النووية تكتيكي طيب يعني بوجهة نظرك سيادة العميد بان هذه الصواريخ يعني وان بدلت الرؤوس من الممكن ان تكون سلاحا فعالا استراتيجيا يزعزع استقرار المنطقة كما تقول بعض الاطراف او لا بالفعل لان حضرتك لو السلوخ استخدمته سوريا ضد اسرائيل مثلا او ضد تركيا اللي هي صديقة للروس ودولة نيتو تأثيره 12 طن ده الرأس الحربي بالاضافة لان بيتحسب وزن الكتلة للمتينه 12 طن ليس لهم مشابه لا في الالة العسكرية التركية ولا الاسرائيلية ولا الامريكية بالمناسبة يعني هذا الوزن بهذا يعني بفاعل من غير الدول طبعا امريكا لن ترضى بذلك وستضع روسيا داخل دائرة الخطر من الجانب سواء بفاعل من غير الدول كميليشيات تابعة للنيتو او امريكا او تابعة لاسرائيل او خلافه فلو هي يعني روسيا حتضع مثل اكاس تواريخ طب ما تضع برؤوس النوية لان مش هتفرق يعني طالما تخطت هذا الحد هذا الخط الأحمر في العلاقة بين الدولتين طب ما تضحها نووية يعني لان 12 طن الرأس التقليدية يعني ليس طيب يفعلها الروس من وجهة نظرك سيادة العمين ليس نووي لكنه مدام يفعلها الروس من وجهة نظرك يعني يفعلها لكن في مرحلة أخرى طيب باعتبار أن دائما هناك تقديم لبعض الأفعال التي تريد روسيا موسكو القيام بها من خلال الصحافة من خلال بعض النواب في المجلس الدومة أو غيره تفعلها روسيا لو قامت أمريكا بنشر سواريخ متوسطة المدى قادرة على حمل الروس النووية في أوروبا الشرقية أو في فنلندا والسويد الدول المنضمة حديثا أو نظام دفاع جوي مضاد للسواريخ في أوروبا الشرقية لأن ميزان القوة ما بين الدولتين أو اتزان الرادع بيعتمد على سواريخ ورؤوس نووية أو رؤوس تقلدية في المقابل على سواريخ مضادة للسواريخ فحالة الاتزام من الحرب البردة ما بعد الحرب البردة إذا قام الجانب الغربي بتخطي هذا الحد أو أنه يبتدي يسلح حاملات طائرات في مناطق قريبة برؤوس نووية أو خلافه أو طبعا أمريكا لها وكالات ودول حليفة كثيرة فهذه الحالة روسيا ستستغل كل حلفها سواء سوريا أو إيران أو كوريا الشمالية أو فينزويلا في فكرة اتزان الرعب الردع والرعب أما هذا تلويح ووارد الوصول لكن في المرحلة الأخيرة ما قبل تحول العالم إلى حرب باردة بالفعل أكثر دفعا أو الدخول إلى حرب كونه شكرا جزيلا لك من القاهرة المحلل العسكري والاستراتيجي العميد سامير الراخب أدى تراجع سعر الليرة السورية لزيادة الضغوط الاقتصادية على سكان القامش للسورية التي يعجز أهلها عن تأمين احتياجاتهم في ظل غياب أي مساعدة من المنظمات الإنسانية يحني ثقل صندوق الطماطم ظهر هذا البائع السورية وكذلك يحني ظهره غلاء الأسعار الذي يشعره بعجزا كبير فسقوط الحر للليرة السورية أمام الدولار أوجع كل بيت في سوريا يعني أجبتنا اللحق للحق إذا يوميتنا نحن كلت على بعض عشرة ألاف ليرة يعني أجبتنا اللحق إذا ربطت خبز ألفين ليرة إذا البيض سبعمية واللحوم هدولة لا تحكي عليهم ما نقدر لا نقرب عليهم ولا شي كسرنا ممنوعين منهم هنا في القامشلي يملأ هذا الرجل كفه ببعض الفلفل الأخضر فلم يعد باستطاعته أن يملأ كيساً ورقياً حتى ولو بكيلو جرام واحد فقط أما على المقطع الآخر فمحال الصرافة تصطف واحدة تلو الأخرى ورزم من الأموال خلف زجاج لامع أصبحت حلمة كل من يمر بجانبها يغير هذا البائع سعر أمس في سوق الخضار حيث سعر اليوم أصبح معروفاً فيما يبقى الناس بانتظار سعر الصرف للغد المجهول كشفت مصادر عالمية يمنية حصول ميليشي الحوثي على 20 مليار ريال شهرياً من تهريب الأسلحة وسلع أساسية أخرى من بينها الأدوية التي تذهب إلى جيوب قيادة الميليشيات ونقلت مصادر أن قيادة ميليشي الحوثي تعتمد على تهريب سلع تدر عليها الدخل بشكل كبير في إطار خلق اقتصاد موازن لاقتصاد الدولة مضيفاً أن هذا يشمل أيضاً تهريب المخدرات والتبغ والأدوية والمبيدات التي ساهمت بانتشار الأمراض والجريم المنظمة وباتت تهدد حياة المواطن اليمني المصادر أشارت إلى أن قيادة الميليشيات تتعامل مع موظفي الجمارك وقوات أمنية تابعة لها لتسهيل إدخال السلع المهربة رغم عكاستها الخطيرة على اليمنيين والتي كان آخرها وفات وإصابة أكثر من ثمانين من مرضى السرطان من الأطفال بعد حقنهم بأدوية مهربة ترجمة نانسي قنقر الأدوية الفاسدة وانتشار المزور منها ليست ظاهرة عابرة في مناطق سيطرة ميليشي الحوثي بل هي تجارة متنامية تهدف إلى الكسب المادي أصحاب رؤوس أموال امتهنوا تجارة الموت وأغرقوا السوق اليمني بكميات هائلة من الأدوية المزورة والمهربة برعاية وتواطئ من الميليشيات شركات تابعة لهذه الميليشية عمدت إلى محاربة شركات الأدوية اليمنية واستبدلتها بأخرى تجلب الأدوية من إيران وغالبية هذه الشركات منتهت الصلاحية للأدوية التي توردها قبل شحنها أو نشرها وتقارير يمنية أشارت إلى أن قيادات الميليشية استقدمت أكثر من 350 صنفا من الأدوية الإيرانية غير الصالحة والمخالفة للمعايير الطبية وأوعزت لهيئة الأدوية الخاضعة لها بتسهيل دخولها إلى اليمن تهريب الأدوية ليس النشاط التجاري الوحيد الذي تستند عليه مداخيل وثروات ميليشيا الحوثي فالمخدرات آفة تجارية تنامت مع سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014 وبحسب مصادر أمنية تدير الميليشيات شبكات تهريب وتجارة المخدرات بمساعدة ما في تابع لميليشيا حزب الله اللبناني وعبر طرق بحرية مستغلين السيطرة الحوثية على موانئ الحديدة ومن المخدرات والدواء إلى السلاح المورد الأساسي أيضا للمداخيل الحوثية فمواقع التواصل كانت تداولت مؤخرا وثيقة تكشف وجود سوق سوداء في محافظة الصعدة تباع فيها كل أنواع الأسلحة من الثقيلة إلى الخفيفة وقال الشهود عيان من سكان مديرية سحار أن الوثيقة الحوثية تؤكد وجود مافيا دولية منظمة تتولى تهريب الأسلحة إلى اليمن عبر الحدود والموانئ فيما أشارت تقارير أممية إلى أن العاصمة صنعاء أيضا شهدت في الآوينة الأخيرة انتشار متاجر الأسلحة ومع تنامي حركة تهريب الأسلحة والمخدرات كثفت البحريتان الأمريكية والبريطانية كثفت مراقبتهما لتلقي القبض مرارا أو لتلقي القبض مرارا على السفن تهرب أسلحة ومخدرات للميليشيات الحوثية مصدرها إيران نناقش هذا الموضوع مشاهدينا من القاهرة ينضم إلينا الدكتور فارس البيل الأكاديمي والمحلل السياسي اليمني مرحبا بك يا دكتور فارس مسألة مصادرة الشرعية وكذلك البدء بتغيير هوية الداخل اليمني الآن الانتقال إلى خطة ستكون بشكل مباشر عامل بقتل الأطفال اليمنيين قتل الناس اليمنيين في الداخل مسألة الدواء المزور من أجل ماذا يفعل كل ذلك من قبل الحوثيين تحية لك سيد حسين ما ظهر هو بداية الكارثة الحقيقة فيما يخص أطفال اللوكيميا في مستشفى الكويت في صنعاء تقارير تقول وقد عرضتهم نقاط مهمة فيه في التقرير السابق التقارير الصحية من المنظمات الصحية والمنظمات المعنية تقول أن 80% من الدواء الموجودة الآن في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي هو دواء مزور وغير آمن ميليشيا الحوثي منذ أول شهور دخلت إلى صنعاء حاربت تجارة الأدوية الرسمية واستولت على قطاع الأدوية وقطاع الصحة بشكل كامل وفرخت تجارة جديدة تجارة سوداء للأدوية في العام الأول صعدت نسبة الدواء المهرب إلى 60% الآن التقارير تقول 80% وربما أكثر وأغلب هذه الأدوية المهربة بحسب تقارير صحية هي للأمراض المزمنة وحالات كثيرة رصدت وفيات كثيرة حدثت في كثير من المستشفيات أو في كثير من المراكز الصحية بأسباب غير معروفة ولأسباب لم يستطع تشخيصها الأطباء وظلت مجهولة وأغلبها تعود إلى هذه الاستخدامات السيئة للأدوية وهذه الأدوية المهربة والمزورة لماذا تقوم ميليشيا الحوثي بهذا الأمر؟ لأنها تدر عليها مداخيل كبيرة تقارير تقول أن ميليشيا الحوثي تجني من الدواء المهرب 50 مليار ريال يمني شهريا هذا مبلغ كبير ونحن نعلم أن المشروع الاستراتيجي الإيراني بكله يعتمد على هذا القطاع بدرجة أساسية بالتوازي مع قطاع المخدرات تهريب الأدوية والمخدرات سواء بسواء وهذا القطاع المهم في صنعها نتيجة انهيار الحالة الصحية في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي انتعشت هذه المسألة ميليشيا الحوثي أيضا سيطرت حتى على كثير من المستشفيات الناجحة سابقا واستبدلتها بإدارات ليس لها علاقة بالطب بالأساس وأوعزت إلى كثير من الصيدليات المعروفة وشركات الأدوية بأن عليها أن تتعامل يعني تغير تغير يا دكتور فارس يعني هي تغير مثلا يقول لك اليمنيون بأن قطاع التربية مثلا يشرف عليه شقيق عبد الملك الحوثي وهو لا يحمل شهادة لا ثانوية ولا جامعية كذلك من الممكن أن تكون وزارة الصحة لدى قيادي مثلا كان يعمل سباكا خطيب جامع خطيب جامع يعني أهم شيء كم الذي يحفظه من الآيات القرآنية مثلا أو الأحاديث وبالتالي هذا هو المدخل الولاء لميليشيا الحوثي والانخراط في إطار المشروع الطائفي الحوثي هذا هو الأساس مع أنه حتى وما يسمى بهذا الوزير زار مستشفى الكويت ومن هذه الحادثة المروعة التي حدثت للأطفال ليتهم ما يسميه بالعدوان بقتل هؤلاء الأطفال وشر البلية ما يضحك في الحقيقة بالمناسبة أيضا بالتزامن مع مسألة ما ذكرته أستاذ حسين مسألة التعيينات التي تجريها ميليشيا الحوثي من يسيطر على قطاع الأدوية ما يسمى بأحد قيادات الحوثي وهو الشاعر هذا كان تاجر أسلحة بالأساس الآن تحول إلى تاجر أدوية وهو أيضا معاقب من وزارة الخزانة الأمريكية وفي القوائم الإرهاب بسبب التهريب الآن شركات باسمه شخصيا شركات أكثر من شركة دوائية باسمه المعلن هي التي تسيطر على سوق الدواء في صنعة وفي المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي إذن عيانا بيان أن تقوم ميليشيا الحوثي باجترار الناس إلى الموت دون أن تأبه بأحد المهم أن تجني كثير من المبالغ وأن تقيم اقتصاد موازي أسوأ طبعا ولو على حساب صحة الناس ولو على حساب حياة الناس وأرواح الناس وهذا كارثة هذا إلى أي حد يساعد السلطات الإيرانية على أن تبقى على قيد الحياة في ظل عقوبات مفروضة عليها منذ أن جاءت إلى هذا الحكم سواء استخدام السوق العراقية بشراء أو بيع الغاز والطاقة بأربعة أضعاف أو كذلك السوق اللبنانية بالأدوية السوق السورية بمواد أخرى وكذلك اليمنية تماما هذه هي الطريقة التي اعتمدت عليها إيران وميليشياتها في الإبقاء على مشاريعها التدميرية هي أكبر شبكة تهريب للمخدرات في العالم تقودها إيران والدولة الأوروبية والدولة الأخرى والدولة الغربية كلها تعلم هذه الحقيقة وتعلم هذه الشبكة الكبيرة من التهريب النظام الإيراني الآن قائم على التهريب تهريب النفط، تهريب الأدوية، تهريب المخدرات تهريب كثير من السلاع والأمثلة كذلك واضحة حتى تهريب المخدرات عبر الفواكه كما كان يحدث باتجاه دول الخليج المسألة واضحة في أننا أمام سرطان كبير هذا النظام الإيراني يدمر الحياة ويدمر السلم ويدمر الصحة ويدمر الحالة النفسية شكراً لأن هناك حالات انتحار كبيرة بالمناسبة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوتي بسبب المخدرات نعم، شكراً جزيلاً لك من القاهرة دكتور فارس البيل الأكاديمي والمحلل السياسي اليمني على كل هذه التفاصيل قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في سودان الفريق عبدالفتح البرهان أن المؤشرات الراهنة تتبشر بقرب التواصل إلى وفاقاً بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية مضيفاً أن ذلك يقوي من الضمانات التي تكفل استقرار الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية تدير البلاد وتهيئ المناخة وتتخذ التدابير اللازمة وفي كلمة له اليوم أمام منتدى السلم والأمن الأفريقيين المنعقد في إثيوبيا جدد البرهان التأكيد على موقف المؤسسة العسكرية المعلن في الرابع من يوليو الماضي الذي يقضي بانسحاب المؤسسة العسكرية من السجال السياسي لتتفرغ لأداء مهمها الأساسية المتمثلة في حماية وصيانة أمن وسيادة البلاد الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات البجا السيد علي أبو آمنة قال إن القوى السياسية في شرق السودان لن تقبل بأي تسوية سياسية لا تكون هي جزءاً منها لافتاً إلى أن البديل عن ذلك سيترتب عليه التوجه نحو حق تقرير المصير المنصوص عليه في مؤتمر سينكات أبو أمنة أضاف أنهم سيتخذون خطوات تصعيدية من ضمنها العودة لإغلاق الموانئ وكذلك الطرق في الشرق في سياق المتصل كشفت مصادر محلية للحدث من داخل المجلس عن مخاوف من تصاعد الاحتجاجات لتشمل مواجهات مسلحة مع حكومة الخرطوم حال عدم الاستجابة لمطالب إلغاء مسار الشرق ما يمثل عودة للأحداث التي شهدها الأقليم عام أربعة وتسعين وتسعمائة وألف من بورت سودان ينضم إلينا موفد الحدث إلى هناك عادل عيدان مرحباً بك عادل هذا التحذير جاء على لسانكم عادل من هذه القوى ونظارات البجاء ما تفاصيل ما يجري والتحذير نعم حسين أهلا بك يعني من دارفور إلى السودان ربما هذه المسارات وإن كان الكل يرفض التهميش ويهدد بورقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يهدد بأنه قد يعود إلى المربع الأول مربع الاختتال كما حدث في دارفور هنا أيضاً هذا الحديث لا ينفك أن يحدث ولكن بنمط آخر اليوم كما جاء وذكرت في الخبر أجرينا الحدث أجرت لقاءاً مع سيد علي أبو آمنة وقال بالحرف الواحد من أن أي تهميش قد يطالهم أو يستبعدهم من التشكيل وحتى الإبقاء على مسار الشرق قد يدفعهم مجدداً إلى حق تقرير المصير وبالتالي حمل السلاح لا تدارك الأمر وقال لا يعني الانفصال ولكننا قد نطالب بفيدرالية أو حكم ذاتي للقليم هذه الآراء وإن كان هناك تباينات في المجلس الأعلى لنظرات البجاة والمعمودية ما بين الطرفين سواء الطرف تيريك أو حتى أردوب إبراهيم أدروب كان هناك أيضاً توافقاً حيال مسار الشرق الكل هنا يرفض مسار الشرق باعتبار أن من كان يمثل الشرق في المحادثات والتوقيع على مسار الشرق يعتبرونه أنه غير منتمي إلى هذا المكون أو مكونات الشرق فبالتالي لم يكن التمثيل حقيقياً أثناء التوقيع أيضاً كل ما دفع به بالقرارات أو الاتفاقية لم تكن هي مناقشة لجوهر القضية بل هي فقط لحل مشكلة اللاجئين أو النازحين وبالتالي توطين هؤلاء اللاجئين أيضاً مشاكل أخرى بعيدة عن ما يتحدثون عنه من تقاسم للسلطة أو مشاركة للسلطة وكذلك تقاسم للثروة طيب عدل عندما تأتي هذه التصريحات من نظرات البيجا هل يعني ذلك بأن أطرافاً من مناطق الشرق تتواصل مع المركز وبالتالي هؤلاء يتخوفون من عقد اتفاقية الاتفاقية السابقة قال أهل الشرق بأن من وقعها لا يمثلهم يعني هذا ما يدور بين الناس الآن نعم يعني هم يقولون الطرفي الطرفي مجلس نظرات البيجا كما تعلم المجلس الأول كان محمد الأمين ترك هو من يدير هذا المجلس المجلس الأعلى لنظرات البيجا تم تجميد المجلس ثم جاء إبراهيم أدرو أدروب تم انتخابه وبالتالي يقولون جماعة ترك أو المؤيدين لترك أن ذلك لم يحدث بل ذلك كان انقلاباً على ترك كيف ينتخب أميناً عاماً جديداً للمجلس لنظرات البيجا وهو قد جمده فبالتالي وإن اختلفوا داخلياً في الشرق لكنهم متوافقون حيال مسار الشرق من أن هذا المسار لم يناقش جوهر المشاكل التي كانت منذ العام ثمانية وخمسين وتسعة وخمسين ودعت أيضاً إلى أربعة وستين وحتى اتفاق أسمر في العام الفين وستة وما سبقه من أحداث أدت إلى اشتباكات وحمل سلاح بمقاتلة البشير اليوم هذا الاتفاق والفطورة فيه حسين إذا سمحت لي فقط بأقل من دقيقة قد يؤثر حتى على اتفاقية أبو جوبا وبالتالي قد يؤثر على بقية المسارات هم يريدون نسف هذا المسار وإعادة منصة تفاوض من جديد طيب اشتكيت من البرد في أوكرانيا أشبع شمس في السودان يا عادل شكراً جزيلاً لك من بورد سودان موفد الحدث عادل عيداً في أفغانستان أوقفت المديرية العامة لإصدار جوازات السفر أوقفت الفعاليات أمام الجميع وبلا استثناء مبررة قرارها بأنها تعتزم إجراء سلسلات من التغييرات الإيجابية في الأنظمة التقنية والتجهيزات لهذه الدائرة الحدث زارت هذه المديرية نتابع سعيد الله مواطن أفغاني كفيف يحاول الحصول على جواز سفر منذ أكثر من عام كما يقول يقود سعيد الله أحد زملائه في هذه المهمة الصعبة التي لم ينجح فيها حتى الآن أخبرني المسؤولون هنا بأن أسجل عبر موقع المديرية وقد فعلت ذلك كان من المتوقع أن أحصل على جواز سفر اليوم ولكنهم علقوا توزيع الجوازات هذه مستندات وأوراق بيدي ولكن من دون جدوى سباون هو أيضاً يحاول الحصول على جواز السفر عاجل لأنه رزق بأول مولود قبل ثلاثة أشهر بعد زواجه بسبعة أعوام ولد طفله بثقب في القلب وقد أرسله مستشفى حكومي مصطحباً بخطاب موجه إلى المديرية العامة لجوازات السفر وضح له المسؤولون الحيثيات ولكنها لم ترضه ابني يلقد حالياً في المستشفى وهو يصارع الموت الأطباء أخبروني أن علاجه ليس متاحاً داخل البلد وذلك لعدم وجود الإمكانات والأجهزة الطبية المتطورة يجب نقله خارج البلد عاجلاً وكانت المديرية العامة لإصدار الجوازات قد أعلنت تعليق أنشطتها في كابل وغيرها من المقاطعات إلى أمد غير معروف مضيفة أنها تحاول إدخال تحديثات فنية وتأمين أجهزة بيوميترية جديدة المديرية أوقفت عملية توزيع الجوازات لحل المشاكل الفنية في داخلها ونأمل أن تحل تلك المشاكل في أقرب وقت ممكن يذكر أن مديرية الجوازات العامة قد أوقفت فعالياتها عدة مرات خلال العام الماضي لأسباب مختلفة وكان من بينها مشاكل فنية وتعطل أجهزة التسجيل البيومتري الخاصة بها توقف عملية توزيع جوازات السفر في ذروة زيادة في عدد المتقدمين لها يثير قلق المتقدمين في وقت يتزايد عدد طالب جوازات السفر يوما بعد يوم عبدالله ناذر الحدث كابل تابعوا قناة الحدث بعد قليل نشرة مفصلة دمتم بخير إلى اللقاء مشاهدينا اشتركوا في القناة